مولود الثور اللي حتعيش أسبوع مهم جداً تستفيد من أجوائه المميزة بتأثيرات الفلكية الرائعة مع تواجد الكواكب مجتمع ببرج القوس يلي كمان وجود زهرة ببرج الجدي الترابي صديق هيدا حدث مهم والأهم والأهم هو بكصوف الشمس والأمر الجديد بموقع داعم من برج القوس نهار السبت والأحد بيخليك توظف فقطك وتعالج أمورك وتحط الخطط لأعمالك تقدر تفاود من أجل عقد جديد وتغنم الفرصة المليمة بتتابع الحظوص لصالحك وبيوعدك الحظ وبيمدلك إيد العون وبيخدم مصالحك 100% الثانين والثلاثة مع وجود الأمر ببرج الجدي يعني أجواء ترابية دسمة أجواء لطيفة ورائعة جداً بتخليك تتميز بسرعة البديهة والتصرف المنطقي والحكيم رح يكيفأك الحظ بدعم ونجاح أو أخبار سارة بتتغير الظروف بتصير شوي تعبانة وضغطة وغير مناسبة مع وصول الأمر لمواجهة برجك من الدلول 4 والخميس هالأمر بخلي الجو العام صعب وتقيل ومتطلب ما بيسمح لك بالتحرك الإيجابي أشغل ركض تحديات مسئوليات وأوضاع مهنية أو غير مهنية مع هيدا الأمر بخلي ترتفع حدة التوتر والغضب أو ممكن يكون في عندك خطأ أو عطل أو تصرف استفزازي ممنوع عليك الإهمال أو التصرف بدون مسئولية عزيزي أسو من جديد بتتحسن الظروف لصالحك وبتختفي الغيوم وبيختفي التشويش ما أنت على الأمر لبرج الحوت الصديق يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس الملقوس نهار الجمعة وبقدم لك التفاهم والمساعدة والتسهيلات حتى تتقدم وتتفوق نهار بيحمل بطيات وترويج مهم لعملك ونجاح مهني وشخصي يعني باختصار أسبوع جيد جدا بيطلب منك اهتمام ورعاية نظم وقتك وحاول أنك تختار الوقت الأفضل حتى تتحرك عاطفيا ممتاز بعرف انفراجات كثيرة تغيرات عاطفية رومانسية بتتحسن حياتك العاطفية 100% مع وجود الظهرة ببرج الجدي ترى بالصديق بيخلي حياتك العائلية سلسلة مناسبات عديدة بتغريك وبتساعدك وبتخليك تكتشف بعض الأشخاص المميزين يلي ممكن يلعبوا دور مهم بحياتك المستقبلية كمان بيحملك كوكب الحب من برج الجدي وعود بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجأة حلوة أما العازب رح يستع نجمك وبتكون محط الأمزار والاهتمام بأثناء الاجتماعات والصهرات والمناسبات